السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في دراس جديد فيديو نهاردة نتكلم عن الانترفيس الانترفيس كلمة قد تكون مبهمة لبعض الناس بسبب توجودها في مصطلحات كثيرة حاجات مثلا زي كلمة انترفيس نفسها موجودة زي ما هي كده في بعض لغات البرمجة وفيه لغات بتقول ده هو الانترفيس فكلمة انترفيس متدخلة في مع مفاهيم تاني كتير عايزين ان شاء الله في الفيديو ده نفهم مع مع بعض يعني انترفيس ويغلق كل الحاجات ببعضها يلا بينا مع بعض اول حاجة عايزين يعرفها هي معنى كلمة انترفيس في حد ذاتها كلمة انترفيس بالعاري معناها وجهة الوجهة تمام فممكن مثلا لما نقول كلمة وجهة دي يجيب بالك وجهة محل وجهة مطعم وجهة كتاب اي حاجة صح فالوجهة هنا ضرها ايه؟ وجهة المحل بتديك شوية معلومات عن المحل اسم المحل او هو بيقدم ايه للخدمات على حسب ما صاحب المحل اللي عامل وجهة بتاعته ممكن واحد يكون عامل وجهة فيها الاسم زي اللي قدامنا دي والاسم نفسه بيدل على المحتوى يعني وممكن واحد يكون حاطط سوى للمنتجات اللي هو بيباعها جوى المحل او حاطط زي فاترين كده فاترينها فيها بعض المنتجات او مثلة لبعض المنتجات فوجهة المحل دورها ايه؟ بتديك شوية معلومات عن المحل صاحب المحل عايزة كنت تعرفها او ما تبص على الوجهة دي واصل كلا معنا كلمة وجهة وباقي الكلمة دي ستكفق معنا او هناخدها او نفس المعنى ده سيخش معنا في كل اللي جاي بعد كده فا ايه؟ فنركز مع بعض في اللي جاي اول حاجة بعد كلمة انترفيس هي الـ Graphical User Interface الـ Graphical User Interface الـ Graphical User Interface وجهة رسومية خاصة بعض البرامج في برامج معينة معظم البرامج دلوقتي ما كانش اكترى متسعين في المئة منها عبارة عن Application with Graphical User Interface اللي هو ايه؟ Application ليه وجهة رسومية يعني ايه ليه وجهة رسومية؟ يعني ليه زرائر ليه منيوز ليه الوان ليه سور بتقدر التعامل مع البرنامج من خلال ايه؟ الوجهة دي خدت اولكم من اخر الجملة دي الوجهة هنا دور ايه؟ فيه برنامج مكتوب بيغب برامجة ما البرنامج ده في Logics وفيه Functions و Services بتقدم جواه انت بتتعامل مع البرنامج ده من خلال الوجهة اللي المبامج عملها لك وحطت لك في الوجهة دي بعض الخصائص من خلال الخصائص دي بتقدر تستخدم ايه؟ او بتقدر تعامل مع البرنامج ده صح؟ ممكن يكون فيه البرنامج من جوا زي المحل ممكن البرنامج ممكن يكون فيه حاجة كتير جدا انت بتعاشر عنها حاجة وفيه خصائص كتير جدا انت متستخدمهاش او هو مش المبامج مش عامل اتاحة لك انك انت تستخدمها فانت من خلال الوجهة متاح لك ايه في الوجهة تقدر من خلاله تستخدم ايه خصائص ايه البرنامج ده تمام كده؟ و Graphical User Interface ليه ناس اتقول طب ليه سميناها Graphical ممكن تكون User Interface وخلاص معاوفة انها Graphical اقولك لا لان كان فيه حاجة قبلها اللي هي Command Line Interface Command Line Interface نفس الوظيفة اللي احنا قلناها في Graphical User Interface بس مش Graphical اممال ايه Command Line Command Line يعني ايه؟ من خلال واجهة زي ما شايفين قدامنا وابعت بقصد انتر مثلا فالكومن ده ايه؟ يتنفذ. فانت الواجهة اللي قدامك دي هي واجهة برده بينك وما بين برنامج اخر شغال وراء الواجهة دي. وانت متاح لك بعض الكومنتس بتكتبها الكومنتس دي بتتنفذ وطلع لك ايه نتائج معينة. فهذا ايه الكماند لاين انتوفيس. نخبرنا برده من المعنى الاساسي اللي هو فيه حاجات كتير متنفذة في الداخل. انت متعافش عنها ايه تفاصيل. غير ما هو متاح لك انك انت تستخدمه من خلال ايه الواجهة دي. طيب نكمل مع بعض. الكونسف المعنى بعد كده هو. او المشهور جدا بكلمة اي 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 موضوع الابي اي ده. اي اي هو زي ما كلمة تقول كده اي موضوع ده ده هنشوف ها من شوية. واجهة ويسومية لليوزر. واجهة بتعامل خلال كماند لاين. مفهود انها برضو ايه. اليوزر او الحاجة تانية سكريبس مثلا. طيب هنا. دي واجهة لبرنامج صح? فهي مش يوزر انتوفيس دي ايه واجهة لبرنامج. ونوع الواجهة دي ايه? يعني واجهة برمجية. ايه واجهة برمجية تتعامل معها ازاي? خمن كده? من خلال برنامج. هي اسمها واجهة برمجية عشان كده. فما يكون برنامج معين. عامل جرافك اليوزر انتوفيس. ممكن تعال معين ايه? بالبطن والماوس والكليك والكلات دي كلها. عامل كوماند لاين انتوفيس. محتاج تكتب كوماند لتعال معين. عامل برنامج انتوفيس. محتاج تكتب كود برنامج. عشان انتقدر تتعامل مع البرنامج ده او الابليكشن برنامج انتوفيس ده. فيه اه اه او كورس او كورس مختصر كده عن اي باي بشكل عام. ههتركوا اللينك بتائعه في اه فيه وصف فهذا مثال عليه هو كود مكتوب بيقول لو جاء الريكوست اسمه اكشن او حاجة نوعه جيت وفيه كلمة اكشن لو الاكشن ريد رجع فهذا كود مكتوب اهو بس عشان تعالين معاه محتاج تعمل ايه محتاج تكتب كود تاني بيعمل حاجة اسمه هو بريكوست يكلم الابي ايه ده ويرد عليه وخلافه فهنا كلمة programing interface معناها ايه وجهة برامجية يبقى ده برضوه ليه علاقة بكلمة ايه interface طيب الواجهة البرامجية مش لازم تكون على الويب خد بالك لان الكلمة دي شائعة جدا في يعني شائعة جدا في السود دلوقتي بتاع البرامجة بس عادة تفهم ان الابي اي مش شرط يكون ويب اي مجموعة كود مكتوب والكود ده فتح لك وجهة فتح لك شوية كلاسز او شوية برامج او شوية كومنس وميثودز انت ممكن تستخدمها ومش انت اللي عاملها فده بالنسبة لك interface او application programming interface يعني مثلا ممكن انت حاجة تنزل حاجة اسمها مثلا ايه ads sdk sdk بتخليك تتعامل مع ال ads او تحط ads عندك ads اعلانات يعني ads اعلانات في البرامج فالsdk دي كلها كده بتعملها integration عندك في الكود بيبقى متاح لك بعض الكلاسز بتستخدمها انت الكلاسز دي وتنفذ بها فانكشناعات معنا فتقدر تسمي اللير اللي هو عامل لك اتاحة لها انك انت تستخدمها application programming interface لان هي ايه بالنسبة له بالنسبة لك انت هي interface وinterface programming وانت تكتب كود لكي تعمل معاه تمام كده؟ هتلاقي برضو في بعض الصور او مثلا في ال android اظن في في ال sdk بتاعت ال android لما تشوف ال architecture بتاعه هتلاقي مشروع التوقع كده واخر طبع اكتب لك ايه؟ دي ال API او مسميها هو API حاجة شبه كده طيب في ايه كمان في موضوع ال APIs دي احيانا وانت تقرأ في ال documentations وفي التutorials هتلاقي بيقول كلمة API دي بيريفير ليها لبعض الكود المكتوب بيقول لك مثلا فيسبوك يتيح لك بعض ال APIs لكي تستخدمها تعمل كده مع java يقول لك java بتوتيح لك بعض ال APIs لكي تتعامل مع ال collections يعني الريلست والهشماء والحاجات كلها اقول لك مثلا ال dart متديك API تتعامل بيها مع threading فكلمة API دي شاملة لكل الكلام ده بس كنت حبت ايه؟ اوضح الفكرة دي ان ال API مش معاناها بس على الويب ابل اي كلمة عامة اي application عامل لحضرتك او انت عامله لحد تاني وفي انت عامله وجهة برمجية حد تاني يستخدمه فاللي هستخدمه ده هو بالنسبة له في حاجات متاحة والحاجات المتاحة هيستخدمها ان هو يكتب كود فكده بالنسبة لنا باسمها ايه؟ application programming interface هتمنى يكون ايه النقطة دي واضحة وازي ما تلك فيه كورس مصرر كده عن ال API هسيب لكم الرابط بتاع في وصف الفيديو طيب بعد كده مطبط بقى ايه بالكلمة اللي انا قلتها دي موضوع ال class ال class اللي مايعافش object programming فهمش غيره يفهم الجزء ده قوي ال class في ال object programming هو عباع عن شوية data وشوية methods ده ملوش علاقة بانتفيس حتى الان بس اللي هيستخدم ال class ده زي ما كنا نقول من شوية اللي هيستخدم ال class ده هيبقى بالنسبة له في بعض الحاجات متاحة البعض الحاجات المتاحة دي بالنسبة له ايه حاجات هو مايعافش تفاصيلها او مايعافش ايه اللي موجود جواها ومش مهتم يعرف اللي موجود جواها هو شايف بعض الحاجات بيستخدمها زي فكرة المحل وزي وجهة فكرة الاجرافة كاريوزة الانتفيس وزي فكرة ال API اللي انا قلناها من شوية اصلا ال API تعبق عن classes او مجموعة كود برضه فال class احيانا يتم الاشراءة له بكلمة انتفيس لانه هو ايه نفس المعنى نفس المعنى اللي هو ايه مش اي حاجة وخلاص لو انت اللي عامله وانت بتعمله هو بنسبكش انتفيس انما لو انت هتستخدمه وحدد انه يستخدمه تقدر تقول بقى ال class ده اللي هيستخدم ال class ده بالنسبة له انتفيس هو شايف منه بعض الحاجات الحاجات اللي هو شايفها دي بيقدر يتعامل معها ايه من خلال functionality اللي هي موجودة جوا ال class ده اتفعنا كده فيه كمان لغات برمجة زي dot ما عندهاش حاجة اسمها فيه لغات برمجة اسمها عندها حاجة اسمها interface لوحدها عندها حاجة اسمها class وعندها حاجة اسمها interface زي ال java مثلا فيه لغات ما عندهاش يعني ال dot مثلا هنا مثلا ده مثلا ده مثلا يقولك ال dot ما عندهش حاجة اسمها هو class هو ال interface لانت كنت بحدد نفس الحاجة اعمل ال class كده وحط فيه اللي انت عايزه يورث او ييمبليمنت ال behavior ده انا عارف الكلام ده ممكن ما يكونش واضح اوي للناس اللي مش عابجة object programming فممكن تسكيب لو انت شعب object programming عشان ده ليه علاقة بي جامدة بي فعلاو انت عامل class وبيعامل class تاني بييمبليمنت ال class ده هو المفروض احنا بنقولها ايه بييمبليمنت ال interface نقول الجملة كده class ده بييمبليمنت ال interface بيمبليمنت ال interface يعني ايه يعني ال interface ده محدد شوية حاجات والclass ده هييمبليمنت ايه الحاجات ده او هينفض ال contract اللي بيحدده ال interface ده مش عايزة تفاصيل علشان ايه نعقدش الدنيا لانه ده مش موضوعنا انا بتكلم عن كلمة interface بشكل عام وعايز اقول لك هنا in class بيتم الاشارة لي بينه interface ليه؟ لان اللي هيستخدم ده اللي هيستخدم ده يبقى شايف منه بعض اللي بالنسباله بالنسباله واجهة بيتعامل بها مع كود ما تعرفوش انت جوة ال class ده اللي بيستخدمه يعني تم كده؟ طيب ال interface بقلف البرامجة اللي هو كلمة interface مثلا java مثلا هنا كلمة interface في لغات البرامجة بيتم الاشارة لها حاجة زي contract contract يعني ايه؟ بتحدد شوية حاجات ما بتقولش تستخدم ازاي؟ انت بتحدد شوية methods مثلا بتقول methods دي زي ما شف قدامنا كده move up, move down, left, move right والحاجة دي بسميها movable يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة movable اي حاجة بتقول يا جماعة انا movable يبقى لازم تكون ايه؟ بتموف up و بتموف down بتموف left و بتموف right انت اللي قال كده لما انت عامات ال interface تمام كده؟ طيب ايه اللي بيتم بعد كده؟ حد بيعمل classes بيمبلمنت ال interface يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيعمل كلاس مثلا دي movable point وبتدي حط بقى move up دي بتعمل ايه؟ move down دي بتعمل ايه؟ move left بيكتب الكوب بتاعه وكلاس تاني اسمه movable circle دا يا متتحرب ولازم له لانه هو قال يا جماعة انا بيمبلمنت ال interface ده معناها ايه؟ معناها ان انا كل الحاجات لجول ال interface دي انا بكتب الكوب بتاع عندي بقول بالضبط هي بتعمل ايه؟ بالنسبة ايه؟ للنوع بتاعي اللي هو مثلا ايه؟ movable circle طيب ده بقى برامجة بحت وobject grant programming بحت طيب او مشراط يعني برامجة بشكل عام طيب ايه معلقة ده بكلمة interface حد تكرناها من اول فيديو وماشي معنا دلوقتي لو انت شفت method هذا المثد دي واخد برامجة من نوع interface من نوع movable انت لا تعرفش ايه حاجة عن تحت دول method جايلك في المثد دي ان البرامجة بتاعها نوع movable انت كد تفهم ايه؟ انت كد تفهم ايه؟ تفهم ان اي حاجة هتتبيعة هذا المثد دي لازم يكون فيها ايه؟ موف اب موف داون موف ليفت وموف رايد معنى كده ايه ان الانترفيز ده كان بالنسبة لك حاجة عايفت منها ان اللي جايه الابجيك اللي جايه لازم يكون في الارباء حاجات دول تعرف تفاصيل هوا امبل مانشان ازاي؟ لا ما يخصنيش تعرف مين اللي باعت ومين ما باعتش مين اللي باعت يعني ايه نوع الابجيك اللي يروض ما يخصنيش يهمني ايه الوجهة الانترفيس المبعوض بي البرامتر ده والانترفيس ده محدد لي شوية حاجات معينة هي موف اب موف داون موف ليفت موف رايد والحاجات ده بالنسبة لي هي الوجهة اللي انا هقدر من خلالها اتعامل مع الابجيك اللي جايدة فدي ايه اخر ربطة في موضوع الانترفيس حبيت كده في الفيديو ده يعني امشي كده لكلمة انترفيس في المفاهيم المختلفة في البرمجة والابليكيشنز وكده حبيت اوضح لكم الفرات ما بينهم اتمنى نكون الفيديو ده مفيد او ضف له بعض اكبر شكرا لكم ان شاء الله سوفكم في فيديوهات قادمة